إذن تزامنا مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تتركز الأنظار على حركة طالبان التي تسارع للسيطرة على مدن ومناطق استراتيجيا سحبت منها القوات الأمريكية وتحصل طالبان على جزء من سلاحها من إيران حيث تدعي إيران أنها تدعم الحركة لمحاربة داعش وأفغانستان إلا أن قوات الأمن الأفغانية كانت صادرت أسلحة إيرانية قالت أنها استخدمت ضد الحكومة والليس ضد داعش واعتبر محللون أن دعم طهران للطالبان يأتي ضمن مجابهة القوات الأمريكية وحلف النيتو ورغم دعمها لطالبان لكن إيران لا تريد عودة طالبان إلى السلطة بل تستخدمها كورقة ضغط في المفاوضات مع الأمريكيين لرفع العقوبات الاقتصادية عنها وتتردد طالبان في تقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية والتخلي عن القاعدة فهي تعتقد أنها قادرة على الانقلاب على الحكومة الشرعية والاستيلاء على الحكم منفردة بمجرد الانسحاب الأمريكي الكامل فقد أوضح أن تنفيذ انقلاب عسكري على الحكومة غير ممكن فالعدد الإجمالي العناصر طالبان يبلغ حوالي ستين ألف مقاتل في حين لدى الحكومة الأفغانية حوالي 350 ألف جندي منهم 40 ألفا من القوات الخاصة المدربة تدريبا جيدا كما أن واشنطن ستبقي مجموعات مكافحة إرهاب صغيرة التي قد تستمر أيضا في تدريب قوات الأمن الأفغانية